اشتركوا في القناة 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 السحل اللي بيستخدمه فبيقول ديفي بانه كده محتاج انه يمشوا ارا حد واللي بعدها بيطلع صواياك من السماء على هونش اللي في طول الغابة وفجئة بيكون في اسم النبالة بتارب من كتاة ترك اللي بيبقى وراهم ولكن بيكون فالعز دي معدين من جنب الغابة اللي بيصعقة دي في كلها فبيأمرهم سيتقيدهم منهم يخشوا الغابة وفي نفس الوقت بيكون ديفيستهلك كل منته وبيكون على وشك الانهيار فبتطلع منه ساعت الماكة بانه يوقف التعويزة وانه دي مش تعويزة يتحكم فيها باشا للوحده واسناء اراكو بيلاحظ ورا العربية اللي كانت بترهم اللصوص وبيطلع بان العربية دي عليها شعر العلاء الملكية اللي في اللحزة دي بيشوف البنت اللي من جوه العربية هو طاير فبيحن عليهم وبيكرر انه يساعدهم ومن كتر حظي الكلاب اللي عند المختلين بيتصابوا بصعقة بتاخد معاهم الارض وبسبب الهجوم ده بيفقد في كل طاقته وبينتيه بالامر مغمى عليه وفي جيهة العربية بيفتح الحرس الباب وبقول للاميره بانهم في امان وانها تلع دلوقتي جنود الامبراطورية جين في مسافة السكة اللي بتلعز بانهم فقدوا تلاتة بسبب انها جينا اللي بيحاولوا ساعتها حراسة انهم يهدوا وبيحطوا اللهم على تأسرهم اللي بياخدهم بعدها في حتة البريدة وبيقولهم بان الشخص اللي عمل البريدة يتفوق على اقوى سحر في القره وبعدها بمدة بيكون ديفي اخيرا صحي فبيسأل ملك عن المدة اللي غفية عن الوعي فبيتقوله بانه نايم باله ساعتين اللي بيقولناه بعد كده بانه نستبدري وبيكمل نوم تاني وبعدها بشوية بتقبل هو بارس اللي بيكون بيدور عليه في الغابة اللي بدوره بيعمل له كشف عن اي صباته وواقف وبيتلم بعدها شامل الاخوات بحضوره واني وبيتلع ديفي كان شايل مع ازاز الدواء من ورا لنجتون فبيقوله بعدها يسألوه عن مصدر الكوى اللي عنده فبيقول ديفي بانه دي حاجة طبيعية لانه يدري اتفاق على اي لنا وقولي سواء كان مغمع للم ودي تلات سنين اللي بيقولون بانه بعدها بانه جاب الكوى دي مجهوده فبيقول ديفي بسره بانه ما ينفعشوا لهم الحقيقة عن الابطال ده ازا كانوا يصدوه اصلا وانه نهى معهم الحوار بانه يقولون في المستابل واول ما بيروح بلقى بانه رأي الحمراء مدائم انه بسبب سحب كمية كبيرة من منتها اللي بدوره ديفي بيحاولي يصلحها لاخر ما بيزع منها بيكريف لها وبتتغير نظرة الرأي الحمراء ليه وبتشوفه بانه شيطان كبير واللي بتطلع سايتها الملجة بتحل الموضوع وبطلع بانها بتقدر تتحكيب فطول جسمها عن طريق المنة وبيسيبو ديفي يبكي في الزاوية وبيعدي بين الوقت البعد كم يوم بيكون ديفي في الوقت ده سلم العلاق خلاص للمتخصصين وانه بسبب المرض ده تسبب فعلك اكتر من تلتم الشخص في المقاطعة فبيكون ديفي فرحا بان المرض انتقى بقتل 300 شخص بس وانه لحين الموقف والداخل فاخر لعزة وانه لا كانت ممكن يتقرك وانه تنتهي وبيقوله سيتجك بانه مش هيخف فلوسه وانه يحوش كل دوله وانه طلب مستحيل انه يرفضه فبييرد علي ديفي بانه شكله كده يحتاج بها عضوه علشان يسدد له فلوسه وفي نفس الوقت بيكون جاله اتصال على البليرة اللي بيطلع بان ايمي هي المتصلة فبتل قطع بين الاحداث وبينتيل بين المشهد لعود ديفي المقاطعة اودريم اللي اول ما بيوصل بقعب بارسي في شغله وبيطلع في اربع عيام جزا مع ويلي اوريوس واينز وبيرجع بين المشهد وبيبقى بارسي بطلع من ديفي انه ياخدها معاه لانه حاليا في حالة اختفاء في ضر الايتام اللي عندهم وبيقول ان ديفي بانه معرفته بالنبور ده حظت عنده في المقاطعة شوية اختفاءات واسنا وهم ماشيين بيوقف حد عربيوته وبيطلع الشخص ده هو دايلوس كابتن فورسان التنية الاحمر واللي بدرو بيعتزر منه اللي طلع صاريك لأوليوس وفجيت كسر امبراطورية ليندس ويكون سيدة عبت مرن بالكوس اللي بيكون زانه مش لها حد نفسه واللي بدرو ابنه بيكون من اولهم اللي بيعرفه بعدها بانه لو فضل كده يفقد العرش فبيسأل بعد المحاضر اللي ادهاله عن سبب ما جيته ليه اللي بدرو بيعرفه بان معه معلومات من نقبة مياري واللي عرفته بان الكوران لينجيتون مات والبرون كوريو تم اعتقاله بسبب المرض اللي تسببه في نشره ولكن تم يجد علاج للمرض ده بسرعة بفضل امير مملكة رون اللي بيطلب منه الملك في ساعته ان المملكة التانية تستحوز عليه فبيطلب منه انه يدعي المملكة ويحاول يجوز واحدة بالعينة المالكة فبتدخل بنته في الوقت ده ويتحييه اللي بيعرفنا كاتب بانه في امبراطورية الاندليس ويتم فيها عنصرية ضد الاجناس الاجينة وانه حتى ارينا بنت الامبراطور ما سلمتش من الشعبية درجة انهم بيشك انها بنت الملك اصلا وبنرجع تاني للملك اللي بيسأل عن سبب انها بتنديم بالامبراطور فبترد علي بانه في ناس حواليهم هتبتدي في نشر شعاعات عن الوحش ده تبقى بنته والساعتها بيدي يقول اتنين من كلامها ويقول بان اللي هيقول كده هيتم يعدمه فورا فبتحاول ساعتها اري انها تهدي الموضوع اللي بيودها بانه مشايز الناس دي وبيواشوش البص ما بينه من بعض وانتهل بين المشهد لمقاطعة هانز اللي بيبقى العادة الناس متلميه حوالي القلعة وبيكون ديفي ساعتها وقف بيبص بالشباك فبتيجي امي بتعرفه بالنيلين عايزة تقابله اللي بيقعد يفكر في الحوار ده بانه ما جيه الي ناليه هالفه تنظر لي اكتر فبيقول لي امي بانه ترفضها وبيقول لنا ديفي بانيلينا ببطلش هو فطلت تطلب تاني بعدة مرات كتيرة لدرجة انه بطل عدة حتى المرات دي وانه كان دايما بيحط امي قدام النار واللي بتطلع الملكة فامه وبيفكر في انه من خلال رفضه ده فهو يعمل دعايا نفسه وبيفضل يضحك انه كده اللي المفلوس والخزينات يتمليه احلام العصر ديه فبيتنطل في الوقت ده اينينا مش شباك اللي بتروح تتنقش معاه بهدوه وتامه كل عقلانية وبنرجع تاني الاريال اللي بتقول ابوها بانه في شخص انقذها في اسناء رحلتها وانه عايزة تتجوزه اللي بيخلي ساعتها يفور من الغضب وبيطلب من البص انه يروح بسرع ويجيب له عراني للشخص ده وبينتيل بين المشهد لينينا وبيتواجئ رجو الاني من صنع ديفي اللي بتحاول ساعتها الينا انه تعافر معاه وبتفتكر بعدها بانه كده خلاص بازه وبتوجه له الهجم القاضية اللي بترو بيفجعها بشعاعه وبيخليها تترجع لورا ومش بيسيبها حتى تلطقت انفاسها وبيوجه لها جم اخر وبيخليها متفاجع بانه بيقدر يوجه هجوم بعيد المدى اللي بتوع ساعتها تسيب وتلعن في ديفي وبعدها بيعدي من الوقت فبينتي بعدها الكتال بخسرت الينا اخسرها فادحة واللي زود غضبه اكتر انه دي بيديه مقبول فبيتقوله بانه بيغش لانه حتى الغلمه حاجز دفاعي وكمان زود له بطاق التلات دوائر سحرية فبيتلع بان الغلمه عايقاص اللي بيقول بانها كانت خس مثاله وانه علي يموت الا انه يخيب ظنه فيه واللي دور ديبي بيشكري الاغزم اللي بانوله اصر جديد ومعه كمان ورشة عمل فبيرجع بينا المشهد الي اليوم اللي جات في لنا للاصر قالت له ساعدة بان فيش عطار عليهم وهم اللي اتنين اذكروا لانه عنقذة وبسبب بيغفق انه كالدرس ستايقز واللي بيطلع بانه ستايقز وتحاول لروح على شكل بنت مصفوطة في الارض وبيطلع في الاخر الموضوع ده بسبب انها كانت عايزة تشوف بيريس اللي هي ملكة الشياطين وبيتكون الينا عايزة انه يعلمها استخدام السيب ولو رفض ده بانها تارد علي عرض خطبه علشان يستفاده والتاني من الاغبار اللي هتخلي الناس تجيله واللي بيخلي التاني مستقرم منها وبيوافق في الاخر انه يضربها واللي بيعرفنا بانه حالي الاصر الملكي ملين خنايات ما بين الدرزق بارتية والمركيز باتريس واللي بيحاول يتنبه باللي بيحصل في المستمر وانه يكتفي بالمشاهدة بس واللي بعدها بينتيل بين المشهد اللي خارج اصر ديفي وبيكون ساعتراحي ابي الاخزام الاول ما بيعرفها ويتوليس ويلينا بيكروفلون كلهم وبيبساء مقابلتهم ليه هو ان الاخزام التامن تطوري النسخة الجديدة منه اللي بيضع الاسم مباربي واللي بيكون بيتبع كل اوامر ديفي بالحرف الواحد فبتطلب منه اللي انه عايز اتقاتل مع النسخة ديه واللي على طول بيوافق وبيطامنه من ناحية التصليحات وانه تقدر تستخدم كل قوتها فبتنجز على طول وبتستعدل الكتال واللي انتقال الكتال بفوز الالي وبيكون جدا ديفي مدليها فبيحاول اوليس انه بطلب منه انه يقاتل ولو وصلت لغايتنا فما تنساش دعمنا باللايك الجامد واللي اشترك الاجمد لدعمنا ولكن ديفي مش بيخليه يكمل حتى كلامه بيرفض وبيقعد بعدها طول الليل وهو بيخطط وبيحلم في تقوية الغلم بتاعه وبيبقى ناوي استخدمه في الحروب كمان وانه لو خمسة منه تجمع مع بعضها فكذا هيكون افروض بتسايد عظيم فبتدخل علي الينا بعدها علشان تقدو تتكلم معاه فبيكرر ديفي انه يحن عليها وانه اخيرا يضربها واللي بيبدأ التبرين بوجوم الينا بسفك الدرس ضد سفخشبي فبيبقى ديفي بيصد كل هجمتها بكل سهولة اللي بعدها بيوجه لأول هجم ليه اللي بيخليها تتراجع خمسة متر الورا فبتزدد غضبه في توجب عليها عدة هجمات فبيقول ديفي في الوقت دا بانها لو كانت هجمت على الميجاترون بل هجمات دي كان زمنه تحول لأشلاء وانها كل ما بتمسك الدرس بتزدد كل اطوان في هجمتها واسنائي ما هو غافل بتوجب علي انه بيهجوم بيهز فعلا اللي حواليه فبيكون ديفي مبار بموهي بيتها لان دي نفس المهارة اللي استخدمها ضد شارلي وانه خد منه عشر سنين علشان يعرف يقلده واللي بيقول لها بعدها بان التمرين خلص وان كفاية الضرر اللي سببته فبيتقضي باتل للعياض فبيحاولي يهديها بان يوريها الشكل الاول من انسجام السيف وهي معارض قوة السيفي التيل وبيعرفها بعد كده بان طريقة السيفي التيل بيتقديمه وملائش فايدة وانها للهجوم مبايتش للدفاع واللي بتطلب منه بعد ان يكون شركة واللي بيسالها عن سبب دا وهي عندها سادة كتال تحت عبره فبيتعرفوا بان لازم ان تكون كاملتها الشين سنة علشان تقدر يكون عندها مجموعة زي كده واللي في الاخر بيوفي على دا ولكن بيقول يسالها اذا كان بيخش مناطق شياطين وبيبتسم ابتسمة خبيثة اول ما بيررف بيسيبها ساعتها وبيروح يتري مع السرير وبيبقى طير من الفرح بانه النهاردة حقق فوس كبير فبيتحاول بيرسيلك انه تحذر بتطورة المنظمات دي اللي بعرفة بان دا مهم لي ويادر من خلال دا من تجميع معلومات هتخلي الميجاتون افضل واحسن من الاول وانه مش خاف من اي تهديدات طالما مع اسلحته وبيقول لنا بانه التفاوى ويلينا بانه ميت قبله ثاني بعد اسبوعين ومنسا يتسابته في الحلوة ومشيت اللي بيقضي التاني يشوفه احوال مقاطعته فبتدخل يوري في وسط الشول وبتقدمه الشاي وبتخرج تاني وبيقدر يارف ديفي بانه روح من الطبعة العليا فبيعب بعدها مع البرون جونير وبيكون البرون عازي والاسم ديفي في البحث ولكنه ببقى رفض لانه عازي بقى مستخبه لغاية ما تيجي اللحظة الحاسمة واللي بتيجي لنا في الوقت دا وبتعرفه بان الاسبوعين عدوا وانه خلاص جيواتي ماشيهم وبتعرفه بانها تاخدونك بصفته تلمز لها فبياخد معه مكعب وبتلعب ان المكعب دا والميجاتون للنسخة التانية واللي بتوفي بعدها وبيدفعه الباب تلينتال اللي بنتيله في سنة لشامل القرى الوسطى في غابة غير مكتشفة وبيتعرفه بان اسم المنظمة ديها ليت فورسة الفا وانه لسه هي التانية ما بيتشاهده اساسه فيها ولكنها عايزة تكمل عشان تدخل المناطق المحزور القتل شاتين ومصص الدماء فبيتعرفه بانسريك بانها بتمل كده علشان تنتيم لهمها علشان كده بتتجنن كلها بشوف مصص الدماء واسناء كلامهم بيكون في مجموعة الزاب بتحيطهم فبيوقف ديفي لينا من قتلهم وبيطلع عليهم مكعب الميجاتون وبير من ناحيتهم واللي بيفك عليها ساعة سعر التصغير وبعمره ديفي بنويد عليهم كلهم اللي ساعة الميجاتون ما بيسدها يشغل الشغل وبيد على كل الزاب في العزات معدودة وبيكون ديفي في الوقت ده في اعلى مستوى الساعة تيو لانه الزاب عدد بتتوسل ليه فبيقم والميجاتون ان يخلص عليهم علشان يجمع البيانات وبعدها بيستخدم الغل مفسون وعربية توصلهم اللي بيخلي الينا مستغربة من كتر الفلوس اللي عند ديفي فبيتكون ملكة الشياطين متدائم الزاب سبت المناء اللي بتزداد كلها ويتقدمه فبيتعرفهم الينا بان المنظمة عاملة زي حاجز بيمنع تصرب المناء علشان يحميهم من عدم الاكتشاف وبطب بعدها تحكي لعنى اول مرة جات فيها الغابة وان في اليوم ده خديت خاتم بيمنع تأسرة الحاجز عليها وان لو بقى عضو فهيتم تسليم واحد زيه واللي فجاسنا كلامهم بتلقينه بهم العربية وبتلع لهم شخص شعره ازرق بتتعرف علي الينا واللي بدور بيستلعي الداخلين اللي جايبة معاها وان كده انتاكت القواعد وانه يمشي في جرات تأدبة وبيستهدي الاتنين فلسنادي للدخول في الكتال لكن ساتق بيحترطر مع رسالة من الكبار واني يجيبه الينا والشخص اللي معاها بيخلي شوي فض الكتال قبل ما بيحصل فبيعتزلع ديفي عن المشكلة اللي تسبب فيها وبينتيل بين المشهد لقلعة ليد فورسة ألفا واللي بيكون ديفي وبرسك مواجب بالبامنة وترازه القديم فبيطلب شيء من الشخص اللي معاها يروح يعبس ديفي في مساكن الطلبة لغاية ما يتم اصدار القرار واللي بدوره الشخص ده بيقاية ديفي بيستخدام الفنو السودا فبيعرفوا بانه مش عايز يستادم القوة مع البشر اللي حسن يموتوا من لكمة واحدة وبيعرفنا ديفي بان معلمه بردو كم معرفنا على لهجنا وبعدها بشوية بيجيبوا ديفي لقاعة الكبار وبيتكلم واحمله الكبار وبيعرف بانها انتاكت القاعد بانها جاب الشخص غريب معاها فبيتوقفهم وبتعرفهم بانها تخلي تلمز لها واللي بيكونوا لسا بردو رفضني القرار ده بسعب هويته الغير معروفة فبتحصل بعدها ما شدة كلامية بين الشيو ويلينا وبيصعب الموضوع اكتر وبيتبه بانه جاسوس وانه ممكن يكون جاي علشان يعرف معلوات عن المنظمة فبتتدائي لنا وبيحصل صدامة بين الاثنين فبيكون الكبار وقفل في الشيو بيكون شاكين فامر ديفي وان الطلبة مرفوض وفي الوقت ده بيرفع ديفي ايده اللي بيقعد يبرر لنفسه بانه منظراتهم مش بتفهم وبتحكم على اساس المنة فبيقول واحد منهم بانه عنده مستعددة علشان يعترف باختام ولكن الاولي بين قدراته فبيطلو منه من نيوجل مبتدئ شيو اللي دائم ان اهانتو ليو بيعرف ديفي بانه مش يرحموه فبتكون الناقل الانه من ديفي لاحسن يقتله شيو وفي الوقت ده بيسمح له شيو انه هو اللي يبدأ بأول حركة اللي بيستخدم سايتة ديفي مكعب الميجاترون فبيقعد التانية التاريق على قتلة الخده اللي طلعها ديفي فبيقعد الميجاترون بانه يطلع المنترون اللي بيخلي الناتيلة اكتر واللي بدره التانية بيستخدم كل كهوته ضد الميجاترون ولكن الميجاترون بيحمي ديفي منها جلد شيو التلجيئة فبيقعد شاو مش مصدق اللي بيحصل له وبيعرفنا الكاتب ان المباركون زي الشيون كهوته معالية جدا ويجب ان لا تستخف بيها وان السعر العاديم بيحتاجه له موضوع علشان تشتغل العصايا ولكن المباركون بياخده نص الوقت بس فبيكون الميجاترون بيواجه صعبة في التحرك بسبب البرودة وبيكون ديفي بياخد ملاحظات اثناء ما الكتال شغال اللي بيخلي شاو يدقي اقتر من المرات الاولى فبيحاول يزود من شدة هجومه اكتر اللي بيخلي ديفي ياخد ملاحظات اكتر فبيكرر اخينا اني يجب عليه بعد ما جمع بياناته فبيكونش يواقف بالعافية اقول له باني بيحاول يقتله فبيحاول في الوقت الاثنين يقنعه واحد من الكبران اني واقف اللي بيحصل لاني الغلم واضح انه قوي جدا فبينما بيتوا الطلاب بابورين بامكانيات ديفي وبيحسبوا بان السحر غلمة قد الدنيا وبيدي بيت الكبران ان طبعا قويس الاختراع اللي عمله ديفي ولكنهم بيلحظوا بان يدفع ديفي ضعيف وانه معدوش حتى خبرة وبيقترح بانهم يعلموه ان موحبته دي كفاية بانه يتقبل في المنظمة بتاعتهم وبيكرروا انهم خلاص يقولوا النتيجة لان الغلمة خلاص تجمل بشكل كله واللي بيقضوا بعدها يتقبلوا شوية لشيوه فبيروح ديفي ساعتها يكسر خشب اللي مواجهد شيوه اللي بيكون في نفس الوقت دا متجنعيته بسرعة حيلة وبيقدر يقطع له الخشبه وميش بيكتفوا بكده وبيروح يغفل ديفي من وراه اللي عمل نفسه واقع وبينزل ضرب على دماغ شيوه وبيكون الكل منداشين من اللي حصل اللي إلينا اللي عارفها اللي فيها اللي بتفكر نفس الطريق دي اللي استودانها فوق اللي قال ليهم فبيعتر تشيوه عن نتيجة المبارزة وانه ضعيف اعتمد على الجلم بشكل اساسي اللي بتعرفوا ساعتها لينا بانه هو اللي صنع الجلم وانه يبقى دعم خلفي كويس جدا لهم فبينتيه في الاخر يحب بفوز ديفي فبتقول له انه خلاص يبطل يعمل فيها الطارة الشريفة وانه عارفها كويس واللي بتقول في نفسها بانه شافت ابتسام ديفي المخريفة أثناء الكتال وانه اشتريه خالص لكن اعماله خلت الشيطان يقول له يا عمي فبينروح لاجتماعي الكبار اللي بيبقى موافقين وبيبلغ ابو شعر احمه بانه كده خلاص ينضم ليهم فبيدخل ديفي في الموضوع اللي جاي علشانه على طول وبيعرف ابو شعر احمه بانه مهتم بالارواح والحش الشيطانية فبيتلعب ان ده كان اختبار عن طريق البالورة واللي بكده بيكون خلاص كده ديفي تقبل في المنظمة وفي صباح اليوم التاني بيتعرفوا ساعتها لنا بانهم خلاص يعدوا بعد كده من النقل الاني وانه بقى في امان مع الخاتم لو عايز يمشي من الغابة فبيتقول له بعدها بانهم لازمن دلوقتي يتحرقوا علشان يلحاوا التدريب اللي بيخلي ديفي يمبير بوجوده واجتهاده العالي واللي بيوفى جاوب الله بانها تزباه واجايه وراها واللي اول ما بيمشي بيختفي باستخدام الساحل الاسود وبيراه يتنصت على كلامه الكبار واللي بيسمعهم هما بيتكلم عن غلم بتاعه عن بطل تحرقاته وعن انهم نوين يعملوا دروس تقوية فبيمتسم ديفي وبيكون عازيز اللي شيئه اكتر علشان يفكد في المعلمين للامل وبيعادهم بان المرض يخليه زهر اكتر من الاول فبيبتدي ديفي كتلات الفرقة بعمل فخاخ واول ما بيالزابية الفرقة في الفخاخ بيهجم عليهم على طول واللي بتكرر الينا انه اتضمره وتخلص البشرية من شره فبيبقى المدرسين في الوقت دافحة لزوره وتعقهم اللي بيعملو ديفي اللي بيزود من انتاجيته اول ما بيارب ان التدريب قرر بيخلص واسنا ما ديفي ومعادي بيكون مفيش حد طيق اهله فبعد ما التدريب بيتم ميك اوفه بسبب ديفي بتاع تبويلينا انه تجاوز العقل وراح للحظ ده فبيعرفنا بني دي كانت حاجة مهمة علشان يدري يجمع بيانات وانه عارب بان كل اللي عمله ده خلي كل الكريمية تكرهه ولكنه مش مهتم وفي اسنها مش يوم بيتم دي واحدة علي لينة اللي معاديها من قدامها واللي بتطلع صحب طويب اسمها لينسي من ردبة فارس فبيتعرفوا لينسي على اختيار رينده والاحمق الجاشي اللي هناك ده هو هج فبيعودوا وقتها يتكلموا وبتستندج لينسي عن كلامي لينة علي انه فارس متجول فبيبقى ديفي مش عارف الفارس المتجول ده فبيعرفوا هجي بان الفارس المتجول ده بيفضل الواحدة وبيبقى كل مهمته يا جامع معلومات او جالب المؤان واما النوع الثاني اللي بيفضل في الاكاديمية بيتسموا بالمرسا فبيتعرفهم انه بانه على رقم منه معافٍ وشكله يدي على شاحات اكتر الا انه الارض بلد فبيناعز ديفي بالنها والده وميدلوا رياكشن خشن فبيتقولوا لينه بالنها والده ببقى فارس مرسا وبيقرأ الفارس المتجولين وان دي حاجة عادية لان دايما في صراع ما بين الفارس المتجولين والمرسا والنفسية بالصراع ده خلى كل فيها بتحاول تتخطقه وانجزات الفعل اخرى وده اللي خلى اليونيفورس الفا مكمل حتى الان فبيبتدي كل اللي عادين على الطاولة يلاحظوا تهامس الاتنين كل شوية فبتسألهم لينسا عن طبيعة علاقاتهم ببعض لاني لينة عمره ما حبت سرته قبل كده فبتعرفهم ان لينة وهي مكسبة بانه مجرد عائل شاحات عطفت علي وبيتشير قاصرارا فبتنطك كينا لوسيا في الحور وبتعرفها بانه ما يفعش بها في علاقة ما بين الرجل والست فبتعرف لينسا ديفي بانه لوسيا ملو فاعدها ده دراسة وانها بتحب تعيش دور الكديسة وهي كمان من معجبين الكديسة ديفني فبتزوع لوسيا لينسي وبتروح تعرف ديفي عن مساعدة فليدري وانها ممكن تعرفه انجازات الكديسة الاولى ديفني فبتوقت تجيب له تاريخها كله وتحكي له عن كل انجازاتها فبقول ديفي في نفسه بانه لو عرفت ملكة الزكاق ديفني كانت ممكن يجلها سكتة قلبية فبينجز فليدري ديفي عن طريق اغزلوسيا معا اللي بتبقى بقى العراديو مش عايزة تسكت خالص فبتدخل واحدة بتخليلينا مصدومة بتناديها بالاميرة فبتقولها لينها بانه ما تقولاش هنا بالاميرة فبتقولها ليسا بين كبير المؤسسين اكتشفوا وجود جاسوس بها من انقسامات داخل المجموعة وانها كمان سمعت بالنغارات الوحوش الزادت بشكل كبير جدا مما ادى لقتله صابت فرسان كتير فبترد على الانسي وبتعرفها بان الموضوع ده كان المفروض يبقى السري بعيد عن الطلاب فبتجاوبها بانها فعل عندها حق وبتلتفح على انبطلنا وبتسأله بصفة الامير عزا كان موافقة الراي واللي بيبقى منداش منه انكشف بالسرعة دي فبترفه بان سمعته سبقى في القرى فبيقول ديفي بانه حاسس بانها طيبة ولكنه شاكي كفيها ومش مرتاح معها فبيتسأل عزا كانت عزا تقوله حاجة فبتروح وقتام طلع وراء وبتسأله عن زا كان منها الممكن كيتها بتحجل او انها من معجبينه فبيروح بعدها المختبر الكيميائي تحت الارض فبيدخل ساعتها شخص اما وبيقول بانه ما كانش متوقع انه هي لقى مستخبية هنا اللي بيطلع الشخص اللي بتكلم هو الشيطن فيس فبتسأله مليفيل عن ساب ما جيته هنا فبيرود ده لقى انه كان متخان من شوية تحول كل ابحاثها واختراعتها الرمض وانه جاي ياخد الكنز فبيروح بعدها يكسر حاكم الالات وبياخد قلب الحاكم وبيروح يسأل عن ساب عدم استفقت التجربة حتى الان وبيختم كلامه بان الصرحة العالة ده يستحق الدراسة وبيرجع وقتام العمل تاريكين وراهم كان اجبع من الملك مسجون داخل زجاجة اختبار كبيرة فبنرجع لديفيل اللي بيعرفنا بانه بعد اللي حصل فالفا راجع لمدينة تاينز وبدأ على طول في صنع اسلاح جديد يسبتوا على الميجاترون وغير كده كمان استحم مع زمانهم الالفا كعينة تجارب للآله واللي مش بيقدروا يستحملوا الدمو بين هزموا بكل سونة ويسر وعلى رغم ان اللي حصل ده بتتشجع الاختلين درا وهيجل قتالهم متانين وبتقدر ترب بانه خلاص يتابله وبعضه متدرب وبيعترب بانه بقى بيحب يقعد مع الناس اللي تعرف عليهم هناك وبقى بيستمتع معهم وبيحكي لنا بانه في حياته السابقة بانه خرج من المدرسة العدادية واضغطة الحياته في المستشفى وبيعرفهم بانه يهمل منه مقادي المتهم وان الشخص الوحيد اللي بيسقه فيه واشرقهم فبيكون ديفي مشفك عليهم بسبب انه مش عارفين اللي منتظرهم بره وبان عليهم فاكرينها لعبة فبيوقف بعد امتنح لمتائب باندورة فبيعرفنا بانه مش منداش من المتادي بل منداش لانه في متادي انقاض من اكليم هاينز وبيبقى شكك عنه اذا كان طلعه قدامه ممكن انها صار تانية وانه لو لا يقدر يصنع ميجاترون تاني فبتيجي اليسيا وبتعرفه بان المتادي يمكنها من طلع الطابق والليده حتى لان يكتشفه الطابق الاول اللي بيبقى فيه وحوش ضعيفة من المستوى الاول وان المهمة الموكلة اليوم هي استكشاف الطابق الاول والتاني بس المدة اربع ايام بس فبتهمس له اليسيا وبتعرفه بان الدور الاول لم يتم الوصول اليه وكمان بيتالب النفاضي ومفوش وحوش ولكن الناس محب بان هناك في غلمة فبيسانة ديفا عن مصدر معلومتها اللي بتحصل عليها فبتعرفوا بانها بتلمع اقر فبيبعد يفكروا بيلايب ان الطابق الاول ملوش لازمة بالنسباله وبينتيل تفكروا للطابق التالي لمعجية الغلم اللي هناك وانه ممكن كمان يلاقي حجر رون تاني مع حجر التحكم فاينز فبيطع تفكروا منادته اليس اللي بيطولوا بانه وقف الميجاترون وانه مبيتش عارفات نهيز بين الوحش الحقيقيقي فبيجي واحد من الكوار بيعرفوا بانه ميخدش كل اللعب عليه والوعده انه ممكن شاركه كمان يعاونه وانه حاسس بتغيير كتير في الجلم بتاول ازداد كوه واخفه عن اخر مرة شافه فبيحكينه ديفا عن التفاصيل وكيفية تم تطويره فبيكمل ما سنوب بانه بارع فنان في دولاك انه ضعيف جدا في البدني وبيقوله اتعملي لو اتزالت في معركة واصبع غير قادر على سداء الميجاترون فمش يبقى قدامك اي خيار غير انك تنزل تقاتل بنفسك فبيرد علي ديفا بانه يطمن ويحاول ما يعش في الغلط ده فبتسيله برسك عن ازا كانه وياخد الامور بجد شوية فبيرد علي بانه يكمل الدنيا عادي ويستمتع بكونه متدرب فبتعرفوا بانه لو حصلت حاجه ما يحاولش يتبقى بكوته وانه ممكن يجعل موقف يغضعه لاستقدام كوته القصوى وبيعدي بين الوقت بعدها فبيكون وقتها يدروا يخلصوا الطبك الاول والثاني فبتغيزه لده وبتقوله بانه بينه علي انه قاعد منسجم لوحده عكس الاول كالنزيفي او انه احيانا بتشكي في انه عاج باله ميات السنين فبيرتجي في ساعتها ديفي واما في ناحية المسؤول بيقول ساعت من السعره بانه حاسس بانه كل اللي بيقعده من مكان ده بيتغير اللي بيوفوه فعلا على كلامه لكن مش بيلحى وبينها ازا ترضيها ظهرت بشدة واللي بيقعهم ساعتها بينهم يتجمعوا عنده وفي الوقت ده بيقول ديفي بيلي نفس العدس بتكرر تاني هنا وللو لمس شخص ما اي حاجة بالغاية تيفعل عليهم فخ واللي فعلا بيلمز واحد منهم عمود خرصانة بالغلط فبيبتدي التمثال يتحرك ويظهر مكان كان مخبيه وفي الوقت اللي بيحاول في المعلمين استيطرة على عمره وتهديدة المور بتتكسر فجأة الارض من تحتهم فبينطلق ساعتها ديفي علشان انكز اي واحد من لواعه وفي الاسناد بيطلب من الميجاترون من مسح الطبق وحماية الكل فبيبتدي ديفي جسمه ينزف لانه مش ضعيف لدرجة انه عدم احتمال القوة السحر ده واللي بيقوم بعدها وبيكمل برسم وبيعرفها بانه استخدم دوار سحرية لحمايته وانه موجودة عند استنفاذ طاقته كوسيلة لانقاذ حياته فبيروحب بعدها يعلق البينه وبيوحب بعدها بخمس ده يحرك في الهواء واللي تم علاجه بس على رغم من ده ولسه ساقط على الارض فبتسألوا ليس عن اذا كان هو الا انقاذهم فبيعرفها بانه استخدم سحر الجاذبية العكسية فبابا هاول مش عارف ازاي ديفي يتمكن من ده واسنما بيقولهم بانه لازم يتحركوا بيقطعوا يحاولوا بيسيروا عن سعب انقاذه فبيرد علي ديفي بانه يسكت ويبطر بروط الحمقات فبيفضل يعيني الوضع حواليه وبيقول بانه عنده احد متزمن وخياني الزنزنة ملاش اي فايدة وبيستدعي ساعة اشتر الحمراء ومن مجرد تروح السيف بيضر يحطم الجدران فبيكون هاول عدواره وبيتفرجوا عبقوا مفتوحوا مش بيصدق بانه بيستخدم هالة السيف فبيكملوا بعد اطارهم لغاية اما بيوصلوا القبوة الطبك الثالث ولما بيبصوا قدامهم هاهم متخفين بلاه جيش كبير من حراس الحجريين فبيطلع سفولي اتنين وبقولوا فالنبدأ بالوليمة اللي بينطلق ساعته على جيش الحجري الوحده وبيستخدم اقصى قوة وتكنياته عنده للقضاء عليهم ولما بتخلص المعركة بيوصل ديفل اقصى امكانياته ولكن بتعقبوا بيرسيكو بيعرفها بانه جمع غنام كويسة النهاردة فبتلاحظ زي لسا النوتين فبتروح تطلب منه انه يخلقها تدعمه وانه كمان تعلمت استخدام سحر السماء فبيسيله هاول بما انك بترف تستخدمها لتسيف فايه كان ساب ان سيفه كان بيتمرجح اسنها كتالهم فبيعرفوا ديفيب انه هي دي تكنية السيف المغور فبيخلي جسمه في حالة من السوق وانه وظيفته انها تدي الامل للخصم بانه قدامه وابتدين لغاية ما يلبس ويزله فبيشتموا هاولوا بيكمل سرعة ساب عدم استخداموا السحر اثناء كتالهم فبيعرفوا ديفيب انه ما كانش محتاج انه يستخدمه وانه لو كان كسر الغل ما كان يستخدم السحر عادي واللي بيخلي هاول يرتبك ويقوله بانه مستحيل يكون بنادم وبيكملوا بعد عطالهم لغاية ما بيفتحوا بابه بيلاء ومكتبة كبيرة وبيلعظهم متنين تواجدوا للملك المسجون بالداخل فبيرروعوا بعد قالوا الطلاب وما بيتخنوا مع المسؤول وبيكونوا بيطلبوا منه انهم يساعدوا في مهمة البحث عن اصحابهم ولكن ساعته بيرفض وبيعرفوا بانه مدرك انه ألان على زميله ولكن مسموح بأس الفرسات الحقيقية للدخوله ولكن كده فيبقى خطر عليه واما ليني اللي ابتباع مدائي من غياب ديفي وبيكونوا قتى بيخططوا في اتباع المعلمين في ارشاد لمكان اصحابهم لانهم بيبولنين على ديفي اللي نزل معهم لتغيير الجلم بتاعه فبتولي انه ابنها نفسها تشوف تعبير والشهم لما يعرفوا بان الشخص اللي قلنين عليه ده هو مبارس بارع فبينتيل بين المشهد لديف المصدوم وبولبني دي اول مرة اللي يشوف عالي لهم ونوكلوس ونسمع كمان في كتاب بانه سعره ممكن يستهدمه العريف في صنع حجر الفلسفة فبيبقى منبار اكتر بحكمة الالات وبولبني انه وديه انه ان لازم القلب الجلم بتاعه واني الال بذا كان بتحلم بي ايفا استزلت الابحاس والوصفته اليوم بالصدفة وبنعرف سعيته بان مفهوم المنا والكيمياء هي قوة الحاكم وسلطته واني بيستخدام الاتنين مع بعض انتجوا على البنواء اللي يمدي الميجاترون بطاقة لمحدودة فبيبقى هاول وليس بتفرق علي ديفي اللي يادر على حفظ النواة فبيطلع في سعيته سيفو بيحاول يطال الالة المناعة اللي حتى اجمته بيش بيتأسر فيها وبيقول بانه مش هيبه احنين بعد كده وانه خيب بس من نظام الامن اللي عليها ولكنه المرض هيطلع كل قويته عليها فبيطلب منه مؤتاب انه بيتراجعوا لسلامتهم واول ما بيتراجعوا بيوجم عليها لو بيضر يسمع النصين وبيستخرج انه بيروح بعدها يقصر الازاز وبيخرج الهومونوكلوس وفي اسناء كلامهم مؤذرهم بتظهر فجاء ليبيا وهي حتى يدي على عنق اليسيا وبيطلو بانها ما كانتش متوقع بانه يدر يحصل على انبوب وانه يدر يسلمها فبيخضر بها هاول وبيعجم عليها من علي منها وهو ما بيطرب منها الاجمة بتغير اتجاه باستخدام ايديها فبترد تاني الاجمة الهاول وبتعرفه بان اسمها ملفل وابتدر التانية التعرفة اللي بتكلمه نسانة عن بيت اسمه وبيطلو بانه مفيش حد اصلا يعرفك وانه عرفته ملفس فبيسالة ديفي اذا كان اسمه مشهور كده عندهم فبترد علي ان كانت منتظرة لحظة قتلك وان المفروض دلوقتي ما يكون شواف معها لانه بيتوح على انفس بيحرقه فبيتحمس ديفي بولاب انه ما يعرفوش ولكنها بتقولو بانه التعمى على نزل القرين بايت ليعواقب وخيمة وبيقول في سيروب بنه سيب ورا في المدينة الشخص يدر على زيمة مصص الدماء فبتهدده ايفان وبيتقولو يسلم الجنح والقلب اللي معه اللي هتيتله فبتوضي ليس تطلب من ديفي انه ما يدهاش حاجة وانها حتى الان فاهمان ولكن سايتها بتصاب ايفان في طرف اسبعة وبيتسبب دا فيروبي لسيا منها فبتستادي ايفان سايتها كل قويتها وبتطلب منه الاستسلام علشان تعمل علي تغارب فبيعرف ان نظام ديفي بانها هجيمة من نص ماشر ونص مصص الدماء ولو عايز يتجوز فيها سنجل وبيتكمل ايفان كلامها بان لو سلم انا محدش هيتضار فبيطلع ديفي وقتها جوعر النوال اللي ساخدها من انا وبيضخه في جسد البنت اللي معها واللي بيتسبب في طنشة جسمها وبتصدر صوت بيقول باني تم اكتمل تمهيد البلنامج الرئيسي فبتروح وقتها وبتوقف الكائن الغريب دا قدام ديفي وبتحط ايدها عليه وبتعمل عملية ارتباط عبر الدين وبتوقف بعدها الكائن دا اللي من المناسبة اسمها لون تحط ايدها في ديفي وبتوقف تجرب في كل حتة وبتبقى ايفانا عدا بتفرج وانا متحمسة تعرف اني اي حصل بعد كده فبيتقول لون بانه اسمحنا بجمع البيانات عنه فبيزع لها ديفي بولها باني حط ايدها في مراخيره بعدها ناليتها البقه فبتبتسم التانية بتقول باني تم خلاص الارتباط بالنجاح وبتقول باني حددت الادف واني تقاتل مصد ضد ما عوضا من السيد فبيصير دا حماسة ايفانا وبتبقى فرحانا باني تاتلة فبيصير لها ديفي عن زكاية ادر على لازمتها فبترد عليها لون بعد تحليلها عرفت باني ادر على الفوز باكتساح كمان فبمرة ديفي باني تروح تصحقها فبتطلع ان الواتا برجد فا بتوجه نحي تراس ايفان وبتوجم على الواتا بشوع سحري فبيصح واتا اولا على صوته لسه هي بتصيح وبتقوله بانهم لازم ان يتحركوا بسرعة ولكن الواتا بيحصل انفجار كبير وبيوصل لهم ساب ما تفعلون فبيسالها ونبولها اللي بيحصل هنا ولكنه بيقف بعدها متفاجئ بانه بيجازي اللجوم عليه حاليا فبيحاول يقف لكنه بيبغير قادر على الوقوف في الوقت دا بيدخول ديفي وبينقذ الموقف فبيساله واتا اولا اللي بيحصل هنا فبيعرفوا ديفي بانه ما يلاشي من حاجه وانه لهم نوكلوس اللي هناك دي تابعهم فبيبتدي بعدها الديفيت تشينيج من صد اجمات اللي كانت كوية لدرجة انه كان شاكك في النجاة منه وبيكمل بطلنا بولب انه لهم انتجه اكبر من الميجاترون بنسبة 90% وانه حتى عابل مقارنة ما بينهم وانه على الانه عندها اربعة دوار سحرية وخمسة كمان وانه كده عندها القوى الصحقه يخص ولكن سوكلان المرضي مش هيكون سهل وده بسبب نقص خبرتها مش اكتر وفي اسنان كتلهم بيباخت ديفي ايفان من وراها وبولب انه مفيش كون بنص على ان الكتل لازم ان يبقى شخص الشخص اللي بتتفاجه وبتبقى شكلها ما كانش متوقع الغدر منه فبيستخدم ديفي تلات تقنيات وبيدميقهم مع بعض في هجوم واحد واللي بتسبب الهجوم ده بشقي جنبي ايفان واللي بتوعواته على قد وعلى رغم من ضعف موقفه واصاباته لانه بتبقى عايزة كمان تعمل بحث على السف بتاعه وحتى ابن ناديفي ببامة فاجه منه فبيتقول بنص فنخلده رغودة عايزة تعمل عليهم بحث ولكن اكيد مش هتفضل الموت وبتنسيه بوقتها ساعتها فبتعد توجم على اللون وبتعمل فاجهة كبيرة ولكن للاسف بتكون ساعتها فتلوانة وبتضر ايفان تارب فبيعرفهم بطن ناديفي بالنوم لو عايزين يطلعوا من هنا فلازم ان يطروا من هنا الفو من خلال الفاجوة اللي اللون عملتها فبيرد على هاول بانه ما يشيل شي امه بياخد معاليسي وبيتيروا فلما بيحاول ديفي يشيل لون بي لاتلة جدا وبيفشل في الطيران واما في جيهة التلميذ بيكونوا خلاص فقدوا صبرهم بيكرروا انهم خلاص مش يفضلوا سكتين كده ولكن ساعتها بتفتح الحفرة تاني من تحتهم فبتعمرهم المشرفة على انهم يتراجعوا فبيكون ديفي في الوقت دا لسه بيتصلك فبتطلب من لون ان ينجس في التسلق فبيرد على ديفي بانه العجيب انه لسه شغل بعد التامس ونعم مدة طويلة وبيظن انه اكبر منه بكتير واللي بيخلي لون تدعي عليه وبيخرجه من الحفرة بسرعة بفضل ضربة لون لديفي فالطوف اللي نفقدت الامل وبنعرف انه تم الغاية المرحلة الاستكشفية وللحمد الله انتهى الموضوع من غراية وفياتها وضرار ولكن في الناحية الياجابية في الموضوع انه تم القتل كل من العضاء اللي راحوا يستكشفوا الدور الثالث وفي فضل ده يدروا يحموا متدربين مستقبل المنظمة وبسائم نزل ديفي وهو الولوسية في الحفرة تم التحقيق معهم وفي فضل ان ديفي فارس متجول عد الموضوع معه على خير فبالروح العضاء اللي احتماته بيكون المعظمين الخامسة بتشاور على ديفي فبيقول المعظم التالب انه بتوقع بان ديفي ده اكيد تلميذ فارس متجول قوي فبيفي المعظم الاول للموضوع بان ديفي وقت المتدربين موهبه ومستقبله ومشرك وعلى رغم من انه انضم اليوم لمدة شهر واحد بس لكنه باندرك تحت فئة المتدربين وبيقول المعظم الخامس بانه كان نفسه انه يشوف ديفي ولو انه مرة واحدة ولكن للأسف الظروف ما تسمحش فبيعط اصواتها ديفي بولبان في حد بيتكلم عليها فبيرد علي برسيك بني دي حاجة متوقع بسبب التضرق اللي عمله هناك فبيطلع بني ديفي رجع تاني لمدينة هاينز ولكن ببقى لسه شاغل دماغ ايفان وكان في الاصل كان عاز يخلص على بصاص الدماء لما راح بيستليه فبتيجي واتاها يلينا اللي بتقوله بانه من قطر ما بيتطور في الميجاترون هيخليهم يطيروا فبيعرفنا ديفي بانه عمل تجرب على الانه عن طريقة مواجهة يلينا اللي ادري تيزيم افترد داية حتى وهي بتستخدم سيفكال دراس فبترد علي يلينا وبتقوله بانه شك انه قصد يهزائه كل مرة تيجي عنده فبتدخل واتاوي اللي في الحوار وهي بتجري وبتعرف ديفي بانه تم اكتشاف حاجة من الوحوش مكون من 5000 وحشي جايين هنا فبيروح بعدها ديفي يشوف اللي بيحصل فلما بيبصي بلايب ان الحاجة دا مستخبين تحت التلال عشان ما يتكشفوش وانه مشاكلهم كان عايزين يهجوموا على غفلة فبتعرفوا اللي نابدنا عددهم فائن 5000 زي ما قالته اللي ولكن نابد ما مش لها يمصص الدماء اللي كان بيتكلم عنه فبتقول برسك بان الوحوش ماشي من زم غير كده وفي انواع مختلفة من وحوش ماشي مع بعض كيده واحدة فاكيد يوجد عقل مدبر لده كله وانه لو تنشر خبر زي دا فيحصل حالة زوره في المدينة فبيرد علي وليس ان يساعده في الحر دا ولكن ديفي بيرفض وبعرفوا منه مش محتاج مساعدة من اي احد فبيطلع وقتام كعب بيحطه على ارضه بولي لوني انها تبقى جازة فبنرجع بالوقت دا شوية في المقاطعة وبيكون ديفي وقتها بيلعب فيها دا دا فبتعرفوا بانه عندها موهبة القدر على معرفة رؤية اي حاجة فبيعرفنا ديفي بني تم اكتشاف بني لوني اللي اول كانت مجنحة ولكنه مش عارف اي ساب ان القدماء حولوها الغلب وادري يعرف كمان بني لوني عندها القدر على التواصل مع الحاكم فبنرجع للوني بتنشط وقتها تشكيل دي سي بتكون واللي سيتا بيطلع الميجاترون وبيتجاز بالقناصة وبتقدر كمان انها تتحكم في كل توجاته والتحكم فيه وبتبتدي بعد اتيت الفجيش الوحوش اللي يتفاجهوا بالهجوم عليهم فبيسالوا اتا قولس على اللي بيعملوا لالي دا مستحيل فبيعرفوا ديفي بانه ما فيش اي حاجة مستحيل عليه فبتقطعوا عملونه بتقول لدي فيب انه ما يتم حتى لانه احتساب الموتى وبتطلعوا من ديفي المشاركة في الكتال فبيرد عليها بانها تقدر تخرج تلعب بس بشرط انه ما توسخش لبسها في الطين واللي بدورها ما بتسدد تستخدم منتها في استخدام سف الهالة وبكده تحلت حالة الطارق من غير ما حد يارف فبينتيل بين المشاد وقتها الشخص المتخف بيجري في الزقاق فبيقابل في طريق يوري اللي بيستفزه عن طريق سؤاله عن اي نوع منها الحشرة هو وبتكمل بينها سمع الدوشة براء القلع عن اذا كان هو السبب في ده فبيطلع بان الشخص ده مصص دماء اللي سيته بيهجم عليه فبتلزا يوري في نحيطه وبتل بان وصص الدماء كتره اليومندول فبيعدي بين الوقت البعد اسبوع كامل فبيبادي في ملان بان ما فيش ايه اجابة جديدة من ساعة اخر مرة فبيسألوا اللي ساعته اذا كان الطرف تجيب له حجر اللامر الاحمر فبناها رب بعدها بان الحجر ده بيستخدموا لغنيها كاستصورات فبتسألوا اللي نوع اذا كان لها نصه التاني ونوي يديه للحجر ده فبيعرفهم بان ملوش في المحن ده وانه نوي يعمل بها حجر مانا فبيكون غرضه الاساسي ازادة انتاجية الميجاترون وانه لو بيبتلك كل اللي هو عايزه اتبع مسألة الصنع مسألة وقت مش اقتر فبترد عليه انه بان الطلب عليه متزايد بسهب انه بنا وانه حاليا مش لائله تصريفة فوق زانيته فبقول لها ديفي بانه عدمت الفائدة واللي بدوره بتروح تتفايد معه بكل اهدوه وحنية فبقول لهم قوليس بان حفل قصري الاندريس قرى بيبدأ وبتقول ولي المراد اللي هتروحي الحفلة مع قرس ابن الارع وانها كان نفسها تروحي هناك من زمان فبيتطعها وليس وبيعرفها بانها مع واحدة لو عايزة تشرب لامون معها ولكنه بممش فاهمين ازاي ديفي مستلمش دعوة فبتعرفوا لنا بان في الحفلة ده بيتبع احجر نادرة زي اللي بيدور عنها ولي بيخلي عندي بالتلمع وبهم يقول لي ولي بانه لازم انه لابد اني وصائل حفلة اللي ضمان سلامتها فبنروح بعدها يريه اميرة امبراطورية لاندريس فبنعرف بانها جينا وبسبب ان المراد جالها فجأة من ثلاث سنين فانها بقيت مصخرات الامبراطورية وبيبقى اسم المراد ده هو دم الشيطان اللي جالها وهي عندها 13 سنة ما نقومش علاج وبسبب ده فضلت بتلبس كناه علشان ما حدش يشوف وشها فبتلعي ان البرول جونيو هو المسؤول عن علاجة اللي بيحاولي يخفف عنها وبيعرفها مسألة وقته يتخف وانه رايبها تبع حفلتها لبلوغها 18 سنة وانه بيضمن لها بانها تقدر تخش الحفلة من غير القناعة ده فبينتلبنا المشهد لديفي اللي على الرغم من التاخير انه اخيرا حصل على الدعوة وبيكون مكرر بان الشيطة هتكون اخته واللي اللي خدها مع عائلين الامبراطورية بالان فبترفوا لهم بانهم حتى الامن اوش قادل عدوة لكنها بتقترح مراقشة التدابير المضادة فبيعرفها بان خلاص الموضوع تم فبتسأل لهم عن انه يوضح اكتر فبيدخل وقتها يوري اللي جاية تقدم الشاي فبيشكول اديف عن شغلها اللي عملته اخر مرة وانه رايح الحفلة واسنها موامش هنا تبقى المدينة تحت تصرفها فبتعمل يوري نفسها مش عارفة حاجة وبتدعي بانها خادمة عادية فبقولها بانه كان فاكر بانها كانت جاية تاخد حاجة وتجمع اقبار وتمشي وانه مفيش خادمة عادية الشاي الصراير اللي بتعمله ده وانه ناوي يحول المنتج ويصدر لغاية ما بيبقاش بيت ما فو الشاي الموقوسة فبروح بعد البابة المانة الخاصة لعاصمة الاندريس واللي بتبقى واسلة ما بين الامبراطورية بسابة طول مساحيتها وبفضل ده ما خدتش منهم الرحلة كتير فبتبقى برسيك مبهورة بمانة تطور الامبراطورية عن اخر مرة شافتها وده بسابة ختمها داخل كالدرس اللي فضل ما كانوا مخرجش يتشامس ولولا مرة واحدة فبيعرفهم ديفي بان رياد دولهم مباناتو اللي بيؤدي الى تهنيج الاستيعاب عندهم وبيقول له اللي سوى بيسيح بن 24 سنة وسينجل وبيموت هنا فبروح وقتها القاية حفانات لقصر عيلة ليندس وفي نفس الوقت بيدخل الى نووس وبيزبعهم ديفي متخطم وضوع تعبير خدم على الشكر والتأدير وبيعرف ديفي بان لو اي حد دهيقة تقدر تجي تقول له واللي بتسمع كلامه بعد اول خطوطين بيتلمي جميع انحاء النبلاء قدامه فبيسلم ديفي تسليمه اهله وبيخلع فبيعرفنا ديفي بان الاجبال اللي كان على ولي ولا حاجة وقابل الاجبال اللي كان على وليس السنجلي كحيانه وامريد بلان واسنها فترة الرس فبتروح واللي تستريح شوية من التعب فبيتابل كالدرس بالغلط اللي بيقولها بكل غرور اللي جاب واحدة زيك هنا والزيم اللي لاستمى دعوة واحدة زيك وبيوصل الشجر ما بينهم لطرد كالوس لها من القاعة ولكن وقتها بيدخل ديفي اللي بيشوته وبيقلبه على راسه فبيهم بعدها وبيتوعد ديفي بالانتقام منه ولكنه بما مش ملاحظ بالنهاراته وبتلمع اكتر من فلاش الموبايل فبياخد نفسه بعدها وبيتلعب وصورها خارج القاعة فبيتقول له برسك عن النهاراته بتنور اكتر من الشمس وبيتكمل الحفلة كما كانت ولا كانا حصل حاجة فبتسألوا لينا اذا كانوا يعدي الموضوع مع كالوس فبيجوب عليها بان يطلعه المسرح وعياد يتنمر عليه فبيسألوا لينا اذا كانوا قادر على الشفاءة فبيجوب عليها بان الموضوع عبارة عن الدخلة وانه ما ينفعش يروح يوالاهل من الممكن علاجك وانه في اي حال كانها يساعدها لان المرض ما ينفعش يفضل في العالم وفي الوقت ده بيعدي شخص من جنب ديفي وبيروح يطير القناع من على وشي اريا ولكن لحظن الحظ النور بيطيتها وقتها فبتستغل اريا الموقف ده بتطلع تجري ويا بتعيط وبتقول بان مش عايزة حد يشوفها ويا في المنظر ده فبتعرف بان عمرها ما خلعت القناع حتى قدام ابوها وان الناس اللي شفوها بس هي البرون وخادمتها وان كيب بتتمنى انها تشوفها وتروح تشكر الشخص اللي انقاذها فبيجي ديفي من ضارع وبيارد عليها مساعدته لها واللي سايدة بتسحب القناع منه وبتلبسه وبتسيبه وبتمشي فبيحاول ديفي وقفها سايدة لكن بتطرفه بانها شفيته قبل كده وكانت مش عايزة تقابله بالشكل ده ولكنها بعدها بتستوعب بنتعبير ديفي سابت زمائية بعد ما شافه الشه وفي الوقت ده بيعرض عليها ديفي انه يسايدها في علاج مرضاء وانه شاف ناس كترة كانوا اقبح منها في حاجة زي كده ما كاياش تصدمه على اي حال وبيعرفها بانها محظوظة جدا بانها لسه عايشة لان الناس اللي كانت عندها نفس الفيروس المتطور عندهم ماتوا وانه حصل على طرق سحرية لحل مشكلته عن طريق معالم تقنيات طبيعية فبيعرفها بانها لازم انتصق فيه وانه علاجه هياخد منه هم اربع ايام فبيتقوله بانها ابتصق فيه وبتنام على كتفه فبيشيلا ديفي وقتها وبسبب حصد الكناب اللي عنده بيتجمع كل الحراس حواليه وبتدخل كمان لون اللي بتهدده وبتزود الامور كمان صعوبة فبيدخل وقتها لامبراطور سورد فبيقوله ديفي بانه بيتزرع مقابلته اللي في الشكل ده وبيطلب منه يقف الفرسان لان سلامت المريض دائما تفضل في الاول فبيدع لوقتها الحراس وبيسألوا زكان يتجرع عليهم ولكن جلالته بيوقفهم وبأمرهم بالعودة فبيعرفوا ديفي عن نفسه فبيعمل الملك نفسه مش فاكر فبيكمل ديفي بان البرون جونيور فشل في علاجه بسهب حالته المتطورة فبيقوله الملك بانطريق كلامه فهو قادر على علاجه ولكن يبعندي ديفي شرط بانه ياخد كل احجار المزاد بكرة وفي المقابل يتأكد من علاج الاميره وانه لو فشل يسمح له بقطع راسه لو عايز فبيوفي سيو على عرضه وبيكمل على ديفي بانه لو نجح يخليه حليف كمان لمملكته ويدله كل حاجة وعايزها فبيش بيسده نفسه ديفي بانه مقاطعة هايزة تبقى تحت احماية امبراطورية الاندريس وبنعرف بان الحفل يكمل عادي بعد انقطاع القاربة وبنعرف كمان بانه طلعت ايش عامة بانه بلاقه بان الامير ديفي بيعالج اريا فبيجري وقتها البصه بيعرف الملك بان اريا بانه يومين ما بتتكلمش وانه كمان بيشك في ساحة كلام الشخص ده فبيرد عليه بانه خلاص خد قراره ومش يرجع فيه وانه كمان يدور على الجاني اللي خد القناعة منه وبيكون بول بانه حاسس بان الفتاة ده مش عادي وانه حاسس بربعه بانه ما شفهاش غير معلمه اللي كان عظم سيد سيف وبيتوقع سيوب ان ديفي هو اللي قطع النور وانه محتاجي رابه اليومين دول فلما بيجي اليوم الرابع بتسحى الياب تواطن ايدي على الخادمة علشان تجيب لها اقناعها فبيتأديها وبالطرفها بانه جنبها وانه كمان مش هتحتاج خلاص القناعة الثاني لان الامير اعلاجها وانه وهي بتغير لها تقدر تقول لها بانها تنافس اجمل خمس بانات في القارة وبتدي لها بعدها جاوب كان سيب ولا ديفي وبتروح بعدها تفوقي الضمضات فبيرروح في نفس الوقت الديفي اللي بيبقى واقف مع الشيلا وبيبقى مبسوط واللي بيسيله عن سابق اختفاءه حتى انه مجاش مزاد مبارح فبتدخلوا هتاقرية لمقابل تابوها واللي بيروح ساعة اياض مع ديفي عن انفراد اللي بدور بيقدمنه ديفي وصفة طبق عليها لمدة شهر فبيعرفوا بانه مش لو يخلص تعمله معه بشوات حجرة حمرة رخيصة وانه كمان هيديله خاتم بتاعه وبيطلب منه ان يكون الطبيب الامبراطوري الخاص باقلتهم فبيرفض ديفي فوقتها فبيقولوا بانه حر وان المملكة هتنفذوا عود اللي ما بينهم وانه طالما الحر مش بيهدد سلامة لاندريسة يساعده ثلاث مرات وانه حتى لو المساعدات خلصت فانه ما يفضله برضو حلفاء ليه فبينصدم ديفي من قدرة العطاية اللي نزل عليه وبيقول بانه دي اعتبادها حلوة ضد شخص مدوخه اليومين دول وبيبتدي معنا عدس قسمنا الجليد بعملية مملكة لاندس اللي بتدور على ديفي اللي شافها ولول ما بيعرف بيستخبها هو وولون وبنسمع منها بانه عايزة تروح للمالك علشان تتجوزه فبيخد لونه بيخلع من المملكة علشان يشوف حوار التليفون اللي لا ده وانه عصر التليفونات دي مش موجودة غير من العالم اللي هو جاية منه ولكنه عارف من معلمته بانه ما فيش اي حاجة بتحصل في العالم دي صدفة وانه كل حاجة بتحصل لها سبب اكيد فبتسأل وقتها عن سعب عدم فتحه التليفون فابل ما بيرد عليها بالنفاص الشاحن بيضيل واشمل على داره وبيبتدي التليفون يستابل الاتصال منه وفاجأة بينتيل بينا وبدي في العالم اخر وبيشوفه قدامه الشخص اللي بيعرفنا ديفي بن ده هو الحاكم اللي نقله للعالم ده وانه هو اصل قوة السحر الابيض في العالم واللي بيروح وبحط يده على بطنه وبيدله صندوق غريب فابل ما بيسألوا ديفي عن حاجة بيخرج وبيرجع على الارض الواقع فبتكون ملكة الشاطين مش فاهمة وماله لانه ما انتقلتش معها قبل كده فبيطلع له المكعب وبيعرفنا بدن راح للبعد المفسوس وبيعرفنا بانه من سعيته والتليفون مختفي وانه كل اللي هو عارفه من خلال نظام الحاكم بان المكعب ده هو كائن من أدباء الحاكم وبيسمح له بإعادة أحياء والمرة واحدة بس وكمانه يتنشط بشكل تلقائي طرح ما قابل شخص أقوى منه هو مستوى جراند ماستر ولكن بيكون ديفي مدائم انه بانه فضل الواشم ده خدمه كعب الكائن وفي نفس الوقت الواشم ده ممكنه من التحول والوصول الكوى اللي كان عليها في الأول وانه في الحالة اللي هو حاول يتجاوز كود البشر عيموت وانه هيسيب الحوار ده الوقت فبينتل بينا البعد كمي اسبوع وبيعرفنا ديفي بانه في الأيام دي يقول سواليته رجعوا لمقاطعتهم وانه فضل يومين في المملكة وقضون في تجنب الأميرة وان الملك الموز ببنته تجنب بعد ما سمع بان الأميرة عايزة تتجوزه واللي بعدها هرب منهم ورجع وولما رجع استابل فطريه الشيخي الثامن واللي كان ما حاوش له خزينة سيوف وان السيوف دي اللي طلعت بايزة من عملية التصنيع فبينتل بينا بسطه من الزعلان من الخسائر بان اي حاجة بتغرق من تحت اليد الأقزم بتبقى كنزة على الرغم من عدم اكتمالها واخطأة وان السيوف ده يبقى بكم كليا على طحال وان اي حد يارف انها من صنع أقزم عنده استعداد يبقى كليتو وياخد السيف فبينتل بين المشهد ليلتا اللي رجعت للواقع وبيكون كل انه هناك بيسأل عن ديفي وأحواله وسأل بين إيلتا اللي غايبة مالا شهرين وبنقرب بان هاول دخل تدريبه علشان يمتحن ولو نجح فيها اي ضريبه عضو رسمي وببقى الكل بيقوله بان لو ديفي دخل الاختمر ده هيتم مقبوله في العزطة وانه كفاية انه عمل زي التلسانة بمهاراته دي فبينروح لديفي اللواته بيكون متواجد في القلعة ودخل علشان يقابر رؤساء الفرسان واللي بيكونوا حضرين كمجسماته بيتزنوا من ديفي على ده وانهم مشغولين لدرجة انهم مش عارفين ييجوا وانهم جايين هنا النهار ده علشان يسمعوا منه اللي حصل في آخر حدثة واللي بيرد عليهم وبيعرفهم بانه بلغهم بتقرير بعد الحدثة على طول فبيقول واحد من اللي عادين بينهم من الاخر عايزين يسلمونهم لون لانهم مش عارفين مدى خطورتها فبيقولهم ديفي بانه كمتوقع حاجة زي دي وانه رفض للقرار ده وبيزنهم وبيعادي يسلمهم ايه مدى فيه من فرصة على انقضاد وبسبب ده بيبالوا طلبوا وبيخللهم معاه ولكن بيبال لسه شاكك في واحد لنهم انه عايز يستغل لون واللي سايته بيقرموا امره بينهم السايته اللي اختبر في منطقة بندورة واللي كان متوجهت فيها من قبل يوم جيش المعتدين ولكن المرة دا يكون في عدد مضعف من الشوخ من اللي كانت معهم في البرج اللي حميتهم وفي جيه تقلل انها بتكون مسكرة خريطة بالشالوب وبتولد في منه اتباع ويات قدم واللي بيفجأة بالنجاب مع الميجاترون اكس فبتسأل إلينا عن اللي بيعملوا ان ده اختبر بسيط فبيعرفها بطلنا بان فيها عصفة الجيهة جاية وبيروح يستخبوا في كافه وانه عارف من خلال الروح المتوجه ده في المكان واللي بعدها بيطلب ديفي من إلينا انها تقلع بسرعة وانه بعده كتير مسك نفسه خلاص ما بعش قادر واللي بتفهمه غلطه بالطرفه بان الارب منها تقطعه واما في ناحية الطلاب بالله بان الجسس ما ترميها في كل مكان وبيكون الوحش للسبيح حاوله مستني يخرج وبيكون المسؤون عن الوحش لمنه ناس باسمو شندرة اهد بتفرج عليه ومبسط وراءه على الاخر وبيكون الشخص ده والقايد الهامس للفرسان واللي استادم المتدربين كوضحية لأهدافه ولكن بيسألوا واحد من اتباعه بان كده في متدربين موهيبين وبالشكل ده يتم فقدهم واللي بيرد عليه وبيعرفه بانه هو اللايش للدنيا وان كده كده يتبقى شوية منهم عايشين في الاخر فبروح لديف اللي بيبقى لسه مش حال الالينة فبيتقول له لهم بانه هيجيب لنا استراك على القناة فبيطلع بانه كان كل ده بيستادم واغزة على عضلة الالينة علشان تنام ويقدر هو يقاتل الوحشة من غير ما يشيل الهام وبيعرفنا بان الشخص اللي استدعى المتعلده هو واحد من عائلتي تشين واللي جايه والاخر من العلام تاني وعنده قدرة الاستدعى واني من شوية استدعى الشندرة وانه في العادة المستدعى بيتعاقد مع واحد ولكن شين يتعاقد مع ثلاثة وبيعرفنا اختر عن الشندرة ده وانه بيبقى في الأول زي الدود واللي بيبتدي يتلفائي حاجه قدامه بيمتسكه الضحية علشان يتطوره ويبقى أقوى واني كمان تطوره ملوش اي نهاية واني الكينات دي بتوصل احيان لمستوى جراند مستر اول ستوري وحتى كمان ممكن توصل لمكانة الابطال وبيكمل بانه عرف الحش دي لان الابطال يتراموا في حفرة معهم مرة وانه اصلا بيبتدي من دودة وبينته تحولوا لتنين نار وانه مكانش هيكتفم حيطة صغيرة زي بندورة وانه كمان بيطمح للقرة كلها فبينتيل بين المشهد المشرفين اللي بتجرون معلومة بين المتعلوصل لمكان تضرب الطلاب وانه ما عندهمش هيحل الانقذهم ولكن بيشد واحد من المشرفين بين الحاجز اللي تحطت حط بعد دخوله الطلاب وانه ده معنى بانه في خانف وسطهم فبيقول لبوريس بينه مهتم بكل كل كلامه وانه اكيد الحاجز بيتم يمده بالقوة من سحر قريب وانه يتكفل بالمهمة دي وراح يتيل العين ده وفي داخل الحاجز بيكون ديفي بمساعدة اللي تبيتيله لحوش اللي بتقابلهم والسوحة الزومبي قبل الشيخ المسؤولين على حمايتهم ماتولين واللوقتها بتلاقي لنا واحد منهم لسه على قيد الحياة اللي سايتها بتعرف ديفي من اللي سفيه واحد عايش ولكن بيظهر مختلئ قدامها وبتحاول تتيلها قبل ما تلفه وشها ولكن بتتدخل لنا وبتنقذ الموقف ولكن بلاحظ ديفي توجد مختلين تانين فبيطلب وقتها منها انها تاخد الميكاترون وتروح تدور على بيت المتدربين لانهم دلوقتي في خطر بعدها تلحراس الرسميين واللي فعلا بتنفس كلامه وبتأكد مع ابنه يرب اول ما يحسي بالخطر فبتطلع لانه وقتها اسلحة وبتبع عجلا من الدرجة النارية وبتروح توجد مع المختلين وبراح يصطد ديفي واحد منهم وبيحطوا في الواهم وبيخلي في الاخر انه يترف ولكن بيتم قتل المقتل ده من الفارس الخامس واللي بيطلب من الكل لانهم يتراجعوا وبيسألوا ديفي على زي كم من الممكن ان انضمام ليه واللي ويتاي بيستنتج ديفي من الشخص ده من طرف الالفة واللي ويتاي بيشكروا على عباده اللي يلينا وبيشرح له بانه استدعى الشندرة علشان يوقف قتل البشر للشياطين وانه زي ما انتعرف بني فيه دائما قتل ما بين الطرفين دول وبسبب انهم مش عارفين يستكشفوا منطقة بندورة بالكامل فهو استدعى الشندرة علشان يخلص على اثنين دول مع بعض وان بعد كده مش هيتطر الفرسانيوته بعد كده وبيرد على ديفي بانه يبقى في صف ويكتبوا التاريخ مع بعض فبيجاوب ديفي وبيطلع سجلاته بان الاولا يصالح حاجاته ويتطر يسيب حاجات الراحة والنساء برفضه الحقيقية لانه عايز المتعلق يبقى ملكه فبيقوله الخامس بانه زعلانه انه ويتطريته في الاخر وانه بين انه يعني كيتم الشغالة لما شفيته كموهبة اللي وقتها بيتحكى على ديفي وبيستخدم على سحر الترتيب من تحت ديفي وبيظهر الفرس الخامس الحقيقي وبيقوله بانه هو اللي جابه ان نفسه فبيقول بعدها ديفي بانه ما كانش يتمنى انه يقابله ولكن بيبقى انه قدامه وانفطر يقتله وبيقول في سره بان الشاندرا اوصل لمرحلة ما قبل الاخيرة وانه حاليا في مستوى كارسي فبيكون الفرس الخامس متفاجئ بان ديفي الاستعايش حتى بعد اما الضرب من المتعالي وانه اللي لأسف كان نفسه يقعد معه شوية ولكنه ما سابلوش اي خيار تاني فبيوم الهاربرت انه يقتله فبيبتدي الشاندرا يهجم عليه وفي نفس الوقت يبقى لهم بتستازن علشان تهجم على الخاص واللي مش بيلحق اي رمي الهجوم وبيحصل انفجار ضخم بيزر منطقة كلها وبيتم تدمير كمة الجبل من قوة الهجوم واللي ما بيختفي الضباب بالليدي في متصابة صبات بلغة وبتطع كما اندراعه واللي سايدة بتسأله برسك عن سابعة مقطع انفاسه بالرأي الزرقه فبيعرفها بالنمر ديش لانه كده كان يستنزف المانة بتاعتها فبيبتسم بعدها بولب انه كان كده كده يدور عليه بعد الاختبار حتى لو كان عندي المتسامة شوية من قوة الاصلية فمستحيل يهرب واللي بعدها بروح يبكس للشاندرا والسناس القطب يضربوا بالصفة بيعرف ديفيب انها اينا عم مصابوش باي اعزا ولكن هاربرت اللي بيبتدي يكوحه ده ما مش يقدر يستحمل التحكم فيه بشكل طويل واللواتي بيستدار رهي الزرقه وبيستدم سحره ابيض من الدائرة التسعة وبيروح يدمج النور المزدوج من سيف الحاكم المنساجم وبيروح يوجم على الشاندرا اللي بيقدر يسيبه في نظر الداشة من هاربرت ولكن بيلاحظ ديفيب وامو انداش رجوع الشاندرا واللي مش بيسم عليه وبيطلع كل غيله فيه واللواتي بيقى هاربرت بعد ما باش قادر يصمد اكتر من كده وبيروح يسألون عن ساب النال للسوافة بعد اما سيدها مات واللي بترد علي بني ديفي اصلا ما ماتش واللواتي بيكمل هاربرت طريقه ومش هامو حد بعد ما خلص مهمته واما في جيتي لينة بتحس بحاجة غلطة وبتقلع على ديفيب اللي مات ولكن بتكبر دماغه وبتروح تجمع كل المتدربين اللي لسا عايشين اللي بيبوا لسا متفاعلين لان ديفيب اللي سمعهم فبتعرفهم ان لينة بني ديفيب يفضل هنا وانهم لازم ان يقربوا ويستنوا الدعم فبتحصل حال الزورة ولكن لينة بتدرك الموقف وبتسكتهم وبتعرفهم بانها مسألة واتو ديفيب يرجع وانه حالان الباية بيحرصوهم ولكن واتا بيتم منه جمع الغلم بتاع ديفي وبيخرج القادر الخامس اللي بيعترب بقوتهم وموهبتهم وانه كان سيمهم من البداية لانهم العناصر المهمة وانه للاسف قلوا تقرير بانه تقتل وبيسأل بعد كده الباية بانهم إذا كانوا مستعدين بانهم ضحوا بانفسهم على شاب مجد الفرسان واللواتا ردوا عليهم بانه ما عندهمش مناه وانه ألف عيابتهم فبيعرفهم بانه هاربرت ما بقاش قادر على تسيطر أكتر عن الشندرة وانه محتاجوا تحيات منهم علشان يساعدوا وانه إذا كانوا في حد الطوع فيبسع زاكرتي الثانين ويخليهم يعيشوا وبيقسم لهم باسم القادة اللواتا بتدعي منه إلينا وبتستدعي كالدرسه بدول بانه خليفه و القادة تحطت وانه ماستعكش القسم باسم القادة فبتروح إلينا توجه معني وبتروح طعفه قدام القادة الخامس واللي بيهزمها بكل سهولة واللي بيقرر بعدها بانه يدلع ويخلص من أصل المشاكل كلها ولكن بيوقفوا نفس الشخص أبو عباية وبعرفوا باني إلينا من الدم الأبطر والنها تبع ممثلة أكتر لنها تبع فرس صلام وانه كده مش هتموتوا تفضل تناصر قضيتهم ولكن بتقطع عمالينا وبطعف وشه وبتقولوا باني ديفا يرجع وانه حتى لو هي في عمق الجحيم وبيتقولوا ايرجع واكني مفيش أي حاجة حصلت فبيأمر القادة الشخص اللي معانه يحولها الجسة وبيسأل بعدها نحوال الشندرة فبنرى بين الغرم اللي لسه بتاقت قضمه فبيقول شين في السيرو باني نودم السابق وعايشه حتى بعد أما مات فبينتيل بين المشهد للون اللي بتكون قاعدة قدام حطاب المعرقة وفجأة بتوموا مع الصيوف وبالله عزب اني ابتدى ديفا يتجسد من جديد وبتعرفنا لون اللي بتحلله بالنجاسته ورجع بعشرة ضعف قوته السابقة وليك بيبقى صغير لسه صغير فبيفتحها تاجي وبالتخزين اللي زادت وبيطلع لبسه بيكون خد أدايا ومنها تموع الحاكم ورمح الحاكم لونجيتوس اللي ببقى ليه 3 أشكل وكل شكل ليه معارض خاصة وفوضى كله من المستحيل تدميره وانه الرمح ده كمان بيعزز من قوت السحر الأبيض اللي عنده وانه كمان يدري يكون الدائرة التسعة فبيطعرفوا لون بالنهالين بيتم سحرها وكل المتدربين بقى كويسين وانه هربرت والشندرة بيوجهوا بعض وانه لو فضل الوضع كده هتحصل كرسة فبيطمنها ديفي والناس بالبقى كله اللي عليه وبيوكلها لحماية المتدربين واللواتا بيتير في الهواء وبيستدبوا قوة الفريدة وبيحدد الأدف على الشندرة اللي بيخترقوا الرمح فبالروح لشينوات دوع اللي بيوفوا ما بين المعرقة وهم شايفين الشندرة بيتير وفاجأ بينزل بي ديفي بكل حمله على الأرض ولما بينزل يشوف الدنيا بيلا بين الميجاتروم ميتدمرين وبتعرفهم بين في ثلاثة اتدمروا من أصل خمسة فبيكون شيني قاعد مستغرب من ديفي لسا عايش وبيسيلوا ازاي وعلى قيد الحياة مع انه جالوا تقريب بين الشندرة قاتلوا فبيقولوا ديفي بين بسابة انه ضغرم كتير وانه عايز منه تعويض سنتي سوسا وانه بفضله كمان استعد كمية كبيرة من قوته وفي جوزة من الثانية بيظهر ديفي قدامه وبيتفاجئ لكل وقتاب ان القائد مرموا وراهم ولم بيحاولوا يسحبوا سيوفهم بيستنب ديفي مارت التحكم في السيوف وبياخد منهم مسلحتهم مبولون بين المهرادين نشرت الأخبار توقعت كل سيوف من السماء واللي بعدها بيتلم كلهم مرة واحدة وبتتسأل برسك من اللي يقدر يوقفه دلوقتي وانه كمان يتفوق حتى عليها فبيروح لقادي تشيني اللي خلق ديفي لسه عاش علشان يعزبه واللي قداب يسأله عن مهيته وانه مستحيل يكون طلب مراهك وصل لدرجة علم السيافين الأعظم وانه دي غلطة في الأول وفي الآخر علشان قبله في صفوف الفرسان وابل ما بيكمي كلامه بيطاله رأسه وبقول له نقطنا بسكوتك وبيروح يتطمن على البقاء اللي بيزنه وبيسره على سبكوته وانه كمان يزداد 30 سنتي ولكن بتقطيهم ساحرة بتنادي على ديفي علشان يشوف حالة إلينا وانه ساحرة الزلام اللي كانت هنا أزيتها وهربت وبيروح وبيعرفها بالنباية نص حية ونص ماتة لكن المانا بتاعتها لسه بتقاوم فبيروح بعدها وبيفعل سحر الزلام بتاعه وبيطمن التلاميذ بانه لسه في وقت الانقاذة واللي بيكون وقتها مصدمين منه سحر الزلام هو الآخر واللي بيعذرهم لانه مفوهم دايما انه السحر الزلام ده هو الشرير وبرلهم بانه ما يخفوش من القوة نفسها ويستخدم سحر الموتة واللي بيتلا شاوبول بانه لو شفها فاتحوالي لينكم بلا بشرية وبعد اما بيخلص بيسيبوا ما وبيمشي وبيعرفوا بانه عده وراء يخلصوا واللي بيروح وقتها يقوم على الشندر اللي بساعد قوته وعافيته فبيطلب وقتها ديفي من إليسيا بانه تاخد إلينا ويبايده عن هنا وبيبدل الرمح اللي معالي الشكل الثالث وبيروح اللي اتنين يلتحموا فوقهم شديد بيهد الجبل وبيعمل زلزل قوي فبيروح لخارج الحاجز فبيقول ساعة واحد لبوريس بانهم لو طريق للوصول لهم وبيوكل بيتي الفراء بمهمتها وبيحذر بوريس بالانكسار الختمة فجأة كده دي حاجة مؤلئة وبيعرفوا بانه ياخد باله من نفسه فبيجي البوريس اللي بقولهم بانه بقى انهم لو طلاب اللي بيكون مستقربوا من داشم الحفرة اللي قدامه وبيبلغ المقرر بانه تم القضاء على الشندر والخين واللي بيكونوا ممتنين فاكروا رئيس ودماغوا فلتت فبيرد عليهم بانهم يدروا ييجوا ويشوفوا بنفسهم فبيكون دي في الوقت دا قاد في نص الحفرة مع بقايا الشندرة وبيكون مدائم انه استعد بس نص قوته وبنرى بعدها بنتم القبضة لكل الرجال شين اللي لسه عايشة مع دهار برطل اللي اختفى ساعتها وانهم لو حسن الحظ تم انقص كل الطلاب معادها وللوحيد اللي مات